أخفقت مشاورات السويد إذن أو هكذا تقول كل المؤشرات السابع من يناير كان موعد الانسحاب الكلي من ميناء الحديدة وإعادة انتشار القوات وفي الثامن من يناير هو موعد تسليم القوائم النهائية لعملية تبادل الأسرى من الطرفين والتوقيع عليها ولكن أي من ذلك لم يحدث رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لمحاولة منع الانهيار الكامل لاتفاق الحديدة إلا أن فشل اتفاق الانسحاب منها بات واقعا جراء مماطلة ميليشيا الحوثي وعدم التزامها ببنود الاتفاق أو خطة الزمن فرغم توقف العمليات العسكرية بحسب الاتفاق إلا أن الميليشيا لا زالت ترفض إخلاء المناطق المتفق عليها أو وقف إطلاق النار رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ الثامن عشر من ديسمبر الماضي الاتفاق الذي قضى بانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال أربعة عشر يوما من موعد بدء تطبيق الاتفاق على أن يتم الانسحاب الكامل من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية خلال واحد وعشرين يوما عوضا عن ذلك أستمر التصعيد العسكري للميليشيا في محيط الحديدة واستهداف المدنيين حيث أعلن عن مقتلي نحو ثلاثين مدنيا وعسكريا وإصابة أكثر من مائتين وخمسين برصاص الميليشيات منذ الإعلان فيما بلغت خروقات الحوثيين للهدنة ثلاثمائة وأربع وسبعين خرقا كما أفشر الحوثيون فتح ممر إنساني بين الحديدة وصنعاء بعد استهدافهم شاحنات إقافية في كيلو ستاعش تنفيذ المرحلة الأولى من ملف تبادل الأسرى هو الآخر لم يحظى بأي تقدم قال هادي الهيج مسؤول ملف الأسرى لدى الحكومة الشرعية إن الفريق الحكومي قدم احتجاجا للمبعوث الأممي مارتين غريفث على تحفظ الحوثيين وعدم الإفادة عن 232 مختطفا بات من الواضح أن ميليشيا الحوثي كعهدها تسعى لتعطيل الاتفاق محتفظة بورقة السيطرة على الحديدة وتوقف العمليات العسكرية بينما يعود غريفث إلى مساعيه من أجل محاولة انقاذ اتفاق السويد من الانهيار حيث التقى وفد الشرعية في الرياض عقب زيارته صرعا في محاولة لإقناع الأطراف بتطبيق بنود الاتفاق لكنها مهمة مستحيلة على ما يبدو فالشرعية ترى ضرورة انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة وفق الخطة التي أعدها الجنرال باتريك كاميرت وتطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالضغط على الميليشيا لتنفيذ اتفاق السويد وفتح الممرات الآمنة للإغاثة الإنسانية قبل الذهاب لأي مشاورات قادمة